اشتركوا في القناة رح نتكلم عن أفكار لمشروبات صحية في رمضان ونصائح لمعالجة التخمة مع ضيفتنا سمر بدوي صيدلانية وخبيرة بداء الطبيعية حياة شاء الله سمر معنا حياكم الله كل عام وانتو بخير والأمة العربية والإسلامية بأمن وأمان بإذن الله آمين أجمعين وإن شاء الله يكون الشهر مبارك عليك وعلى أهلك أنا من شفت اللي جبتي معاتش في الاستوديو يعني مي مع شغلات حسيت أنه في راحة نفسية ورح نضعف إن شاء الله في رمضان إن شاء الله خلينا نتكلم في البداية بتدريين في رمضان العين تشتهي والموائد ما شاء الله تكون مليانة بأنواع الأكل فأنواع هذه من الأكل تكون مضرة بالجهاز الهضمي أول شي خلينا نتكلم شو الواحد لازم يأكل وشو منه لازم ما يأكل وكيف إذا أكل ويت كيف ممكن يعالج نفسه طبعا هلأ أنت بتعرفي تماما موائد رمضانية للأسف إحنا عنا كعرب منفكر أنه كل ما تنوعت الموائل الأطباق على الماء ده كل ما هذا الشيء أعطانا فرصة أنه نكرم ضيوفنا أو حتى نكرم أهل البيت بالأكل ودائما الصائم عينه أحيانا يعني طبعا مش كل العالم يعني إنما عينه لا تشبع دائما الصائم حتى لما بنزل على السوق حتى يتسوق بتسوق بأشياء إلها داعي وأشياء ما إلها داعي صحيح الماء ده الرمضانية عادة يفترض أنه تكون موجود فيها من أربعة إلى خمس عناصر فقط لا غير مش عناصر كأنواع لا كعناصر مغديات للجسم طبعا أول شيء هي المي وهذا الأساس الشيء الثاني اللي هي البروتين أي نوع البروتين الغلط اللي بيصير أنه بحطه بروتين حيواني مع بروتين نباتي بمعنى لحم وشوربة عدس مثلا لحم صنية دجاج صنية كفتة وكبان شوربة عدس أو شوربة فطرمع هذا كل بروتينات هلأ مجموعة هذه البروتينات إحنا الجسم عم ياخد أكتر من حسطه في هذه الوجبة وبالتالي البروتين أصلا بده بمعدل شيء ثلاث ساعات تقريبا أوكي حتى ينهضم فتخيل أنت هاي الكمية من البروتين دخلت للجهاز الهضمي يعني تعب يعني إرهاق يعني عدم يعني نوم يعني عصر هضم بالزبط عشان هيك بيصير فيه خبل بالموضوع خمول ونفس الشيء طبعا وهلوم مجرمة بين السكريات وإلى آخر فإحنا لازم نكون أذكياء بتناولنا للطعام ناكل إلى الحد اللي نستوعب فيه أنه هلأ ستوب يعني خلص حسيت بديت تحس بالشبع ونوقف أوكي إنه هو من المعادن والفيتامينات هو طبق السلطة البروتين أخذت قطعة البروتين تبعتك من السكريات أخذنا التمر وغزينا جسمنا وشحننا الجسم بالطاقة من أول وجديد فإذن هي هدول العناصر اللي بدت تكون على مائدة عندي السؤال سمر قبل هوا شفت الماي قدلت لي حاطه فيه نعناع وليمون وخيار هذا الماي لما نشرب أول ما نفطر قبل التمر نشرب مي ممكن يشرب منه ولا ممكن يأذي معدتنا أبدا بالعكس هو هذا اللي مفروض أنه ينشرب لأنه فيه ليمون يعني لا الليمون اللي موجود هي عبارة عن شرائح من الليمون مع قشرها قشرها قشر الليمون فيه بداخله زيت عطري أوكي الزيت العطري هذا هو اللي بيساعد على هذا ضم مع النعناع عندك الخيار اللي موجود بداخله الخيار فيه بداخله طبعا الخيار معروف قديش هو غني بالمعادن إحنا رمضان جاينا بفصل حار صحيح فإذا فقدنا كتير كميات من السوائل بالفترة الفترة السيامة الطويلة وإن شاء الله سنوات طويلة تماما فإحنا بدنا نعود جسمنا لخيار هون بهذه الماء عم بتعود لك جسمك بالأمراح والشوارد أنت بحاجة لعلها النعنى عم بيساعدك على الهدم الليمون عم بيغسل المنطقة بيعملك ديتوكس للمنطقة أو بيطهر لك الأمعاء فإذا هذا أنا بنصح دائما هذا المشروب هو عبارة عن خلينا نقول ديتوكس ريفرش منشط معقم للجسم أوكي وبطفي الضماء اليوم صحيح وبعدين ممكن يهضم الأكل اللي بالجسم يعني فهني نبعد شوي عن التعب والخمول والكسل هلأ أشوفي عملية الهدم هاي بتعتمد على النوعية اللي عم تاكليها وبتعتمد على سلامة الجهاز الهضمي عند الشخص فعملية الهدم هاي دي يعني مثل ما حكي لأنه يعني الأكل خلينا على سبيل المثال للأسف كتير من الأشخاص بتبدأ أول ما بتبدأ لا بتبدأ بالمي لا بتبدأ بالتمر على طول بياخدوا كاسة العصير الملونة اللي مليئ بالأصباغ والسكريات أو أي عصير غني جدا بالسكريات ويكون بارد باعتقادهم أنه هذا الشيء بطفي ضماءهم يعني حتى في منهم بقولك أوف طف على قلبي طف العطش عندي هذا الحكي طبعا صحيا خطأ المي البارد بهذا الشكل أو العصير البارد عفوا بهذا الشكل احنا هاي المنطقة بتكون منطقة مرتاحة طول النهار ما فيها حركة ما عم تعطيها شيء إذن هادية ما في شيء يتحرك فيه يعني حركاتها عادية طبعي لكن هادية نسبة الحموضة اللي موجودة عالية نسبة الإفرازات عالية فأنت لما بتيجي الدفع واحدة عم تعطيها تشوك بارد على طول عملات استف تشنجت وهذا الشي بيأثر على جهازنا الهضمي عصر هضم تطبل وأحيانا شعور بالدوخة السريعة أو قيام قاعدين نشوف بعد عصير الكركديه لو تخبرين عنها أكثر أشكتر مهم في شهر رمضان المبارك شوف احنا في عنا عدة عصائر سبحان الله طول السنة ما منفكر فيها لما بيجي رمضان لها مكهة خاصة تمام منها الكركديه الكركديه طبعا معروف بالوطن العربي كتير وإخواننا في مصر كمان بعرفوه كتير وبيشربوه كتير الكركديه يشرب على ماء يعني ممكن نتناوله بحالتين إما الحالة الساخنة أو الباردة لكن إحنا برمضان هناخده بحالة باردة ليه؟ باردة أولا لأنه هو فعلا بساعد على تخفيف الشعور بالعطش اتنين بيحتوي على فيتامين سي عالي جدا جدا أعلى من كاسة البرتقال نسبة الفيتامين سي فإذا هو شو بيعمل؟ يفيد أكثر عنه يعطينا نشاط يعطينا حيوية والنقطة الثالثة أن الكركديه لأنه صبغته حمرة يحتوي على أصباخ حمرة طبيعية ربانية هاي الصبغة الحمرة غنية بمادة إحنا منقولها الفلافو نيدات هي اللي بتشتغل كمضاد أكسدي يعني مضاد شيخوخة كمان بترفع من عملية رفع مناعة الجسم فالكركديه أنا بنصح الكل فيه بوازن الضغط إحنا طول الفترة صايمين يعني ضغطنا ممكن يكون نازل أو ارتفع الأشخاص اللي ما ارتفع ضغطهم بوازن الأشخاص اللي ما عندهم ضغط بيظلوا محافظة على موازن الضغط حالو خلينا نتكلم بعض الناس عندهم اعتقاد خاطئ أنه بعد الأكل أو بعض الفطور لازم يركزون على كمية حلويات لأن الجسم ما فيه سكر باعتقادهم فكيف ممكن ناكل شغلات فيها سكر ضيف للجسم سكر بس ما يكون فيها فات للجسم ممكن يأدي إلى السمنة طبعا إحنا حتى على السنة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بناخد إحنا التمر معروف أنه سبع حبات تمر مثلا في اليوم صباحا عريق إلى آخر طبعا برمضان مش راح نقدر ناخد سبع حبات تمر مباشرة لا لكن لو أخدنا ثلاث حبات تمر مع كاسة المي اللي بدنا نشربها الثلاث حبات تمر كافين بوجود السكر اللي جليكوز الموجود فيه اللي بتروح مباشرة للعضل ولا للدماغ حتى ما يصير في عنا إحنا حالة العدم التوازن الدوخة نشاط جسمنا نشاط الدورة الدموية فهم كافين هلأ إحنا ما ننكر عشان إحنا في هذه النقطة بس سؤال في ناس يقول لك إذا أخدت التمر مع اللبن هني رح أشبع وما رح أتعش وهو مش تهي هلأ كلي على الطاولة آه لا هلأ إحنا مش هيك اللي حيكون حيكون بالعكس إذا أخد اللبن أنت أصدق مع الحليب يعني إحنا مقولوا اللبن اللبن هو الحليب التمر مع الحليب أوكي التمر مع الحليب أو مش الحليب اللبن اللبن الروب الروب عشر دقائق وبعدين نرجع ناكل بهاي الحالة أنت جهزت الأنزيمات إحنا بدنا فترة لتجهيز أنزيمات الهضم حلو فأنزيمات الهضم كيف بدأت تجهز بها العشر دقائق فقط من التمر واللبن نصيحة أخيرة توجينا لمشاهداتنا ومشاهدينا في آخر يوم من أيام شعبان وباشر أول يوم من أيام شهر رمضان مبارك بصراحة كل سنة وأنتو سحور الليلة وكل عام وأنتو آب خير هاي يعني هي هادي عارفة إحنا من اليوم منها نبدأ بالليوم بالضاف ما في شيء ما في شيء بقول له لا أنا ما أخلص آه يلا اليوم خليني أكل كتير يلا بكرة رمضان ويقول لا من الليلة نبدأ السحور أهم من الإفطار على فكرة السحور أهم من الإفطار بطريقة كتير كبيرة لسبب أن السحور طريقتك بالسحور هي اللي حتعطيكي الطاقة لتاني يوم هي اللي رح تخزن لك الألياف بجسمك حتى ما تشعر بالجوع هي اللي حتحسسك بارتواء للجسم صحيح وحتخفف عندك حالة التخمف صحيح السحور اليوم يا جماعة خليه خفيف غني بالألياف غني بالمعادن أعطينا أسامي شغلات مثلا طيب خلينا على سبيل المثال على سبيل المثال إذا إحنا منيجي مناخد علبة لبن روب علبة زبدية أو علبة لبن روب منحط عليها بذر كتان معلقة مطحونة من بذر الكتان معلقة صغيرة من الشوفان معلقة كبيرة من الجوز اللي مفروم أو مدقوق وخلطناهم وحتى إذا حطينا معهم حبة تمر معها وأكلناها هاي وجبة متكاملة تعطيكي كل العناصر اللي أنت بدك ياها سمر صراحة بي بدي أقعد معاتش أكثر بستدرين الوقت إذا أهمنا كل سنة وانت بخير وانت بخير وانت بخير وانشاء الله مشاهداتنا ومشاهدين استفادوا من هذه الفقرة ان شاء الله مثل ما شفتوا مشاهدين هذه الفقرة كنا نتكلم فيها عن رمضان وتخمة رمضان ومثل ما قالت سمر نبدأ بالسحور اللي هو مهم طبعا مستمري في فقراتنا في سيدتي لكن بعد هذا الفاصل موسيقى